حل مشكل الفيديوهات لا تظهر على تطبيقك الخاص فيسبوب اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على هدى الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق فيسبوب هنا نضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بالذهب إلى متجر جوجل لكي تقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراف والضغط على زر اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر